في قلب الغابات الكثيفة والجبال الرائعة لجواتيمالا يزين الأفق طائر فريد وجميل أصفور قدزال براق هذا الطائر الرائع ليس فقط رمزا لجمال الطبيعة في جواتيمالا بل يمثل أيضا جزءا عميقا من التراث الثقافي والديني للبلاد بطول يصل إلى أربعين سمت مترا يتميز بريشه اللامع الذي يجمع بين ألوان الأخضر الزاهي والأزرق والأحمر ريش ذيله الطويل والمميز يضيف لمسة من الأناقل هذا الطائر المدهش يعيش هذا الأصفور في الغابات الاستوائية والجبال العالية في جواتيمالا تفضيل الطائر للغابات الكثيفة يوفر له الحماية والموارد الضرورية للبقاء تستضيف هذه البيئات المتنوعة مجموعة من الأنواع النباتية والحيوانية التي تدعم حياته يعد هذا الطائر انفراديا لكنه يظهر سلوكا اجتماعيا خلال موسم التزاوج يتغذى بشكل رئيسي على الفواكه والحشرات والضفاضع الصغيرة تقوس التزاوج تشمل عروضا بهلوانية تظهر فيها الألوان الزاهية لريشه في موسم التزاوج يختار عصفور قدزال براق مناطق نائية لبناء أعشاشه البيض يفقس بعد فترة حضانة تستمر حوالي ثلاثة أسابيع تهتم الأنثى بصغارها حتى تصبح قادر على الطيران يمكن أن يعيش الطائر حتى عشرين عاما رغم جماله يواجه تهديدات مثل فقدان الموائل والتجارة غير المشروعة لكن جواتيما لا تسعى لحماية هذا الطائر من الانقراض بما في ذلك برامج التوعية وتعزيز حماية البيئة الطبيعية يعد رمزاً عميقاً في الثقافة الكواتيمالية يظهر في الفلكلور والتقاليد ويعتبر رمزاً للحرية والجدارة يزين شعار الجمهورية ويعكس الجمال الطبيعي والتراث الغني للبلاد إنه رمز الجمال والروح الطبيعية في جواتيمالا من خلال احترام وحماية هذا الطائر نساهم في الحفاظ عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر